اهلا وسهلا فيكم من جديد من برنامج انتخابات عشرين عشرين نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب أسماء القوائم الانتخابية وأسماء المترشحين الأولية للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر وذلك بعد انتهاء مرحلة الطعن بقرارات مجلس مفوضي الهيئة ممن رفض طلبهم وبدأت مرحلة الطعون في قوائم المرشحين الأولية للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر من قبل الناخبين لدى محاكم الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها اعتبارا من يوم الأحد الثامن عشر من الشهر الجاري ولمدة ثلاثة أيام خلال ساعات الدوام الرسمي وبحسب المادة السادسة عشر تجيم من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم ستة لسنة الفين وستة عشر وتعديله فإنه يحق لكل ناخب الطعن في قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بقبول طلب ترشح أي قائمة أو بقبول أي من أسماء المرشحين في القائمة الواردة بطلب الترشح مرفقا ببيانات واضحة ومحددة وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتقديم الطعن ويكون قرار المحكمة في هذا الشأن قطعيا وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد رفض أحد عشر طلب ترشح لأسباب مختلفة وتم تبلغ مفوضي القوائم وطالبي الترشح بذلك ليتسنى لهم الطعن في قرار الرفض لدى محكمة الاستئناف وتقدم لمحاكم الاستئناف ضمن نطاق اختصاصها اثنى عشر طعنا رد منها ستة طعون وتم قبول خمسة طعون وتقول الهيئة المستقلة للانتخاب إن هناك طعنا إضافيا تم رفعه لدى محكمة الاستئناف من مواطن ادعى رفض طلب ترشحه مع أنه لم يتقدم بطلب الترشح كونه غير مسجل في جدول الناخبين النهائي أهلا بكم من جديد وأهلا وسهلا فيكم ضيوفي الكرام يعني كما شاهدنا بدأت مرحلة تأطعون بقوائم المرشحين الأولية يعني ستنفين احكي لنا أكتر ما هي الأسس والحالات التي يتم بها أخذ الطعون على محمل الجد والتي يحق للناخبين الطعن فيها هلأ يحق لأي عفوا هلأ فيه الطعون لأنها بتمر بمرحلتين مرحلة الطعون للمترشحين ومرحلة الطعون للناخبين لبدأت اليوم الطعون بالنسبة للمترشحين انتهت اللي هم كل واحد قدم بطلب ترشح ورفض طلبه هلأ فيه معلومة مهمة ودقيقة بأنه الهيئة المستقلة لم ترفض قائمة إنما رفضت أشخاص أشخاص داخل قائمة معين بالضبط وهذا لا يخل بوجود القائمة وكنا منعرف أنه فيه جدل كمان دار بهذا الإطار عادي إذا أحدهم رفض طلب ترشحه لا يعني أن القائمة كلها رفضت إطلاقا تستمر القائمة في ترشحها وخوضها للتجربة الانتخابية غالبية الطلبات التي رفضت سوريا كانت لا الاستقالات كان عدد من الموظفين الحكوميين على رأس عملهم بالضبط وما كانوا شمأدمين لم يلحق طلب ترشحه في استقالته الرسمية وقبولها طبعا في طلب الترشح فرفضت طلبات ترشحهم المحكمة إبلت خمسة من العروض التي الاعتراضات التي قدمت لها فيما رفضت ست اعتراضات بما فيهم زي ما ورد في تقريركم بأنه فيه شخص مقدم اعتراض أنه لماذا لم رفض طلبه وهو أصلا مش مقدم طلب للترشح بالمطلق أهلا وسهلا فيكم من الجديد ضمن برنامج انتخابات عشرين